كثير مننا لما بينسى ثواب قيام الليل مثلا ثواب الطاعة لما بتنسى الثواب انت بتفقد الدافع اللي بيخليك عايز تعمل العمل يعني كل لما انت بتقرأ مثلا في فضاء الاعمال تعرف ثواب قراءة القرآن وان الحرف بعشر حسنات اه اذا ده عمل عظيم جدا فتلاقي نفسك اتحمست ان انت تقرأ لما تعرف ثواب الصيام ثواب قيام الليل ثواب صلاة الرحم كل لما انت تقرأ في فضاء الاعمال دي ده دافع يخليك ان انت تقبل على العمل فاحيانا بيكون الانسان عارف يعني انا عارف ان دي حاجة حلوة وعارف ان ربنا بيحبها وعارف الثواب لكن يجي الشيطان ينسيك ثواب العمل ده ليه؟ علشان يخلي انت عملت زي ما عملتش علشان يضعف في قلبك همة الاقبال على العمل مش بس كده علشان يخليك متاخدش نوية فخليك بتعمل لأعمال بتاعتك عادة يعني بقيت بتعمل كتير من الطاعات كأنها عادات فدهد في الشيطان الخبيث علشان ينسيك ثواب العمل علشان تفقد الهمة والدافع للطاع وعلشان يخليك ما تحتسبش وتاخد نوية لان كل لما انت بتحتسب نوية في العمل كل ما لأجر بتاعك بيتضعف تاني حاجة الشيطان بيبقى حريص ان هو ينسيها الانسان ينسيك لعقاب بتاع المعصية عقاب الذنب اللي انت هتقع فيه ليه الشيطان عايز يعمل كده لان كل لما الانسان بينسى العقوبة بيتجرأ اكتر على المعصية وكمان يعني من القصص الظريفة او بتحصل معانا على طول يعني كتير مننا ممكن يبقى عارف مثلا عقوبة الغيبة وعارف انها من كبائر الزنوب ويتلاقي عارف وحفظ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذنب الغيبة وممكن يبقى قاعد في مجلس عادي الناس بتغتاب يعني مرة من المرات كنت قاعد في مجلس يعني مع الناس قريبنا يعني فبدأوا يتكلموا عن حد فوالتلوم يا جماعة على فكرة احنا كده ايه ده مجلس غيبة فده كده الكلام ده ميرضيش ربنا سبحانه وتعالى فايه ينبطل يا ام ايه انا هقوم امشي فقالوا لا 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 احنا ما بنغتابش ولا حاجة ده مش غيبة ده احنا بنقوله كده في وشه وبعدين يعني ما هو اصلا كده وقالتلهم لا لا ده غيبة ده كده غيبة فرحوا والله الناس كل واحد يقولك اه والله فعلا ده هو اصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من غيبة ذكرك اخاك بما يكره اه فعلا ده ده من الغيبة واحد تاني يقولك ايه 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 ده عارفين حديث سيدة صفية لما سيدة عائشة شورت للنبي كده قالت حسبك من صفية كذا يعني من هي يعني قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت كلمة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت واحد تاني يقولك اه ده فعلا ده عقوبة الغيبة ان الناس بتيجي يوم من قيامة يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس فتخيل كده ان كل الناس اللي قاعدين عارفين الاحاديث دي ومع ذلك اتكلمنا في الغيبة ليه الشيطان بينسينا بينسيك عقوبة الغيبة في اللحظة دي فيخليك تستمتع بالمجلس وتضحك وتهزر وتقعد معه معادي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بالمعنى ده قال تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره يعني هو عارف ان ده خوض في الآيات ومع ذلك ايه قاعد ربنا قال بعدها ايه وإما ينسي انك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر يعني الشيطان بيجي ينسيك وانت قاعد في المجلس اللي في حرام ينسيك الحرام ينسيك العقوبة ده وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى عكس النسيان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين